عشان أنا ما تعارفين المسألة دي مش ضليع قوي فأنتم ننورينها هنتعلم منكم نهاردة اهلا بك يا كفر انا بحيثك سي شايف انا عايز ابدأ مع حضرتك في الحقيقة نهاردة كان فيه صورة كده لقطة صحفية كان فيه عجل بيتدبح في النادي الاهلي ان احنا يمكن يعني نفك النحس زي ما بيقولوا او نفك اللعنة النادي الاهلي في أزمة النهاردة يا أزمة فنية من وجهة نظر أنا يعني كورة أداء مثلا نتائج هاي دي اللي وصلتنا الكده طبيعي جدا الازمة الفنية بتاقي الجمهور النادي الاهلي متعود على المكسب على طول أداء وبطولات طبعا بطولتين كبار جدا وماتش ما كانش متوقع اللي هو نهاء أفريق هو اللي قالب الدنيا كلها يعني برضو أنا بقول نهاء أفريق وبعده على طوله بطولة عربية بطولة عربية ماتشين مؤمنين جدا ببطولتين كبار ودي أول مرة تحصل الجانب الفني بالنسبة احنا مش محظوظين ولا موفقين في ماتش الترجي وخاصة الماتش التاني يعني أنا من وجهة نظري يعني قطعنا مشوار كبير جدا وكسبنا المباراة الأولى تلاتة واحد وكنا الأقرب للفوز بالبطولة الأولى توفيها الله في إيه في إصابات أربعة مهمين جدا 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 أربعة دولنا موجودين ما كانتش الموازين أصل الموازين عندنا بتطلح كل حاجة في وقت الهزام بس مع اللعيبة طبعا عندنا نقص في مراكز معينا ما نبقى الحياتك عندنا نقص في فنيات في مراكز معينا في لعيبة في نجوم لكن اتعامل التوفيق من وجهة نظري لأن أجاهي لو موجود علي معلول لو موجود أحمد فاتحي لو موجود أظهره لو موجود في الترجي كنا كسبنا المباراة يبقى دي بطولة طب سؤال سياسي شوية حراك ركزت أكتر مرة قلت أن هي مشكلة فنية أه طبعا الجمهور ما بيتكلمش بس على الناسة بمشكلة فنية الكلام دايما أن أنت ممكن يبقى عندك مشكلة إدارة للمواب اللي عندك إدارة للفريد قال دي مشكلة قريمة الإدارة ممكن يكون عندها حاجات معينا مسؤولة عنها مثلا البديل عبدالله السعيد بحياتك في مراكز إحنا بقول الكلام ده من قبل الموسم مقابل الموسم إن بديل عبدالله السعيد مش موجود إحنا بقى دي مسألة محتاج في مراكز معنا في نجوم لازم تيجي بقى لك مع اللعيبة اللي موجودة أنا من وجهة نازل برضو اللعيبة اللي موجودة دي ما هي اللعيبة اللي شاركت في الفوز والبرتولات مفهوم بحياتك فده اللي أصدق أزمة فنية أزمة فنية